اشتركوا في القناة صف إلى جنب الإنسان من فيه رائح من كريه من دخان أو بصل أو ثوم أو عرق أو غير ذلك وكان يشق عليه أن يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل فله أن يخرج من صلاةه ويذهب إلى مكان آخر ولكن بعد بيان هذا الحكم نقول لكل من فيه رائحة كريهة إنه لا يحل له أن يأتي إلى المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى من أكل بصرا أو ثوما أو كراتا أو غيرها مما له رائح من كريهة أن يأتي إلى المسجد فالقال لا يقربن مساجده وأخبر أن ذلك يؤذي الملائكة وكان إذا أتى أحد إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أكل بصلا أو ثوما أخرجوه وطردوه إلى البقيع وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يأتي الإنسان إلى المسجد وفيه رائحة تؤذي المصلين أو الملائكة وأن لأهل المسجد الحق أن يخرجوه من المسجد ترجمة نانسي قنع شكرا